بسم الله الرحمن الرحيم رسالة مختصرة بعنوان الكبائر اعداد الفقير إلى عفو ربه هيثم ابن محمد سرحان المدرس بمعهد الحرب بالمسجد النبوي سابقا والمشرف على معهد السنة غفر الله له ولوالديه ولمن أعانه على إخراج هذا الكتاب يقدمه لكم عمر البساطي بسم الله الرحمن الرحيم ما هي الكبيرة؟ الكبيرة هي كل ما رتب عليه عقوبة خاصة سؤال هل لي بمثال على ما رتب عليه عقوبة خاصة؟ الجواب من العقوبات الخاصة التي وردت في نصوص الوحيين الوعيد بالنار والغضب واللعنة والطرد من الرحمة والإبعاد والبراءة من فاعل الكبيرة وكونه من الكافرين أو المشركين أو المنافقين وتشبيهه بأقبع الحيوانات وكونه ليس من المؤمنين وجعل حد له في الدنيا سؤال هل من أمثلة على الكبائر؟ من الكبائر الفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموز وشهادة الزغر وغيرها هل تتفاوت الكبائر أم هي على مرتبة واحدة؟ الجواب الكبائر تتفاوت من حيث إثم فاعلها والدليل على تفاوتها قوله عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزغر متفق عليه هل الكبائر أكبر من الشرك الأصغر؟ الجواب لا إشكال أن الشرك الأكبر المخرج من الملة أكبر من الكبائر وكذلك فإن الشرك الأصغر أكبر منها لأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر بخلاف الكبائر والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها ثربال من قطران ودرع من جرب أخرجه مسلم وفي الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر أخرجه مسلم وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا أخرجه عبد الرزاق والحلف بالله كاذبا كبيرة والحلف بغيره ولو صادقا شرك أصغر سؤال رتب للمحرمات المحرمات على أربعة أقسام أقلها الصغائر وهي كل ما دون الكبائر أي ما حرمه الشارع ولم يرتب عليه عقوبة خاصة كالنظرة المحرمة وأشد منها الكبائر وهي موضوعنا وأشد منها الشرك الأصغر وهو غير مخرج من الملة كقوله ما شاء الله وشئت وأشد منه الشرك الأكبر وهو المخرج من الملة كالذبح لغير الله عز وجل محبة وتعظيمة سؤال هل الكبائر محصورة بعدد معين لا يمكن حصر الكبائر في عدد معين لكن يمكن حصرها وضبطها بالحد والتعريف كما سبق سؤال هل هي سبعون كبيرة الجواب لا لكنها والعلم عند الله قريبة من هذا العدد كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما عند عبد الرزاق في المصنف سؤال ما حكم فاعل الكبيرة الجواب هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وفاعل الكبيرة تحت مشيئة الله يوم القيامة إن شاء عذبه بعضله وإن شاء غفر له بفضله سؤال هل يحب فاعل الكبيرة أم يبغض الجواب يحب فاعل الكبيرة بقدر ما فيه من إيمان وفي الوقت نفسه يبغض بقدر ما فيه من الكبيرة سؤال هل يجالس فاعل الكبيرة حال ارتكابه لها الجواب لا يجالس فاعل الكبيرة حال ارتكابه للكبيرة لأن من جلس مجلسا يعصى فيه الله ولم ينكر كان وزره كوزر فاعل الكبيرة سواء قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم سؤال هل تغفر الكبيرة بالأعمال الصالحة أم لابد لها من توبة خاصة؟ الجواب لا بد لها من توبة خاصة للحديثين المتقدمين النائحة إذا لم تتب قبل موتها وحديث مكفرات ما بينهن إذا ارتنب الكبائر ولقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما سؤال هل يصح التوبة من بعض الكبائر دون بعض؟ الجواب نعم يصح التوبة من بعضها وإن بغي إرشاد صاحبها إلى التوبة من كل المعاصي كبائر كانت أو صغير وتخويفه من عاقبة الكبائر فأن الله عز وجل قد يعذبه بها في الآخرة سؤال هل ألف العلماء في الكبائر؟ الجواب نعم ومن أشهر المؤلفات فيها الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى الزواجر عن اقتراف الكبائر لشهاب الدين بن حجر الهيتمي رحمه الله وكتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله سؤال لماذا ندرس الكبائر ونتعلمها؟ الجواب لنحذر ونحذر منها فأمرها عظيم قال الهيتمي رحمه الله في مقدمة الزواجر في سياق ذكر ساب تأليف الكتاب ما تفاحش من ظهور الكبائر وعدم أنفة الأكثر عنها في الباطن والظاهر لما أن أبناء الزمان وإخوان اللهو والنسيان قد غلبت عليهم دواع الفسوق والخلود إلى أرض الشهوات والعقوق والركون إلى دار الغرور والإعراض عن دار الخلود والنسيان العواقب وعدم المبالات بالمعايب حتى كأنهم أمنوا عقاب الله ومكره ولم يدروا أن ذلك الإمهال إنما هو ليحق عليهم قهره فكيف لو رأى أهل زماننا سؤال كيف يمكنني تعلم الكبائر الجواب يمكنك الدراسة معنا مجانا عن بعد في معهدنا معهد السنة على الرابط الموجود في آخر الرسالة وختاما أوصيك بقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر